موسيقى معكم على الهوى شوفوا دقاؤوا في الوجوه هتلاقوا منتهى البؤس والشقاء هتلاقي المواطن المصري اللي راجع بشنطة دايبة بمرتبة بتاعته كان بينام عليها ودي اللي حلتم الدنيا وكمان ملابسهم صعبة قوي بتأكد على مستوى الحال اللي وصلوا ليه وهم كانوا في ليبيا كل واحد من دول كل مواطن حضرتك شايفه قدامك على الشاشة عايزة اقول ده خويا واخوك ده ابن وابنك مش كلنا شركاء يا اخواننا في الوطن ده طيب هل المعنى ده انه دول ولادنا واخواتنا وصل لحضرتك طيب ماهو لو وصل لحضرتك يبقى لازم كمصريين النهاردة نتكاتف ونحلوا كلنا مع بعض مشاكل العائدين من ليبيا اخواننا فيه اكتر من مليون ومصر شغال في ليبيا شوف وعايزك ترجع تاني وتشوف وشوش المصريين الغلابة اللي راجعين من ليبيا هتلاقي الهموم بين على وش كل واحد فيهم ليه لانه شايل هم الشغل لما يرجع وبيكل واحد منهم بيقول لنفسه هو لو كان فيه شغل في قريتي ولا في بلدنا كنت سفرت من اصله طب هعمل ايدي الوقت لما ارجع القرية اللي انا جاي منها هاكل العيال منين وام العيال طب هسد الديوني منين طب انا في ليبيا كنت بشتغل وببعت اللي بقدر عليه الامراتي والولاد ولو كنت امت كنت ارتحت عاوز اقول لحضراتكم الكلام اللي بقوله ده والله ده لسان حال كل مصري عائد النهاردة من ليبيا وعلشان كده انا حبيت ان انا كون او انقلكوا صوت الناس دي ولازم اعبر عنه ولو الحكومة المصرية عاوز المليون مصر اللي في اللي في ليبيا يرجعوا مصر يبقى اكيد هم هيشوفوا ولادنا في ليبيا هيشوفوا اداء الحكومة ايه مع اللي رجع وهيشوفوا اداء الشعب وبناء ليه هيكرروا يرجعوا ولا يعني هل هيتم توفير وظايف واهتمام بولادنا طب احنا عملنا ايه حكومة وشعب طبعا مع تقدرنا لحالة الحزن اللي اصابت كل المصريين المخلصين الوطنيين بعد قتل اولادنا بليبيا ومع احترامنا لسفر السيد رئيس الوزراء وبعد الشخصيات العامة لتعزية اهالي الضحايا ثم عودة الجميع الى زحام العمل والعاصمة ومع تقديري لانشاء كنيسة باسم الضحايا مع احترامي وتقديري الشديد لكل ده لكن قناعتي ان العزاء الحقيقي لتلك الاسر البائسة الفقيرة يبدأ باننا نعمل مصنع بل مصانع في بلدهم يشتغلوا فيها يشتغل فيها اولاد شهداء الغد حتى لا يلقوا مصير اباهم لما يكبروا ترجمة نانسي قنقر